والآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها السادس والثلاثين بعد المئة نستهل الجولة من صحيفة الڭارديان والتي نشرت مقالاً في افتتاحيتها تحت عنوان مع بدء جلسات الاستماع للعدل الدولي الفلسطينيون يطالبون بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي وقالت صحيفة إن وزير خارجية الفلسطيني رياض المالكي طالب بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وذلك في مستهل جلسات الاستماع في محكمة العدل وبحسب الصحيفة اتهم المالكي إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لعقود من التمييز والفصل العنصري مؤكداً أن الفلسطينيين تركوا أمام خيارات التهجير أو القهر أو الموت أفدت الصحيفة أنه من المقرر أن تقدم أكثر من خمسين دولة حججها أمام محكمة العدل الدولية في لهاي حتى السادس والعشرين من فبراير ويأتي ذلك بعد طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري وغير ملزم بشأن الاحتلال صحيفة وولستريت جورنال نشرت تقريراً تحت علوان إسرائيل تحدد موعداً نهائياً لاجتياح رفح برياً خلال أسابيع بحسب الصحيفة هدد عضو مجلس الوزراء الحربي بني جانس بأن القتال سيستمر ويمتد إلى مدينة رفح جنوبية القطاع إذا لم يتم إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بحلول شهر رمضان وأضاف جانس أيضاً أن إسرائيل ستتخذ إجراءات أمنية خلال شهر رمضان بسبب الصراع الدائري في قطاع غزة بعد توصيات قوات الأمن ووفق المحللين فإن الموعد النهائي في شهر رمضان قد يكون جزءاً من الجهود التي تبذلها إسرائيل لزيادة الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة المحتجزين صحيفتها آرت نشرت تحليل للكاتب عموس هاريل تحت عنوان حالة ارتكاب ارتباك عفوا واضحة بين الجيش الإسرائيلي ونتنياهو أكد الكاتب أن هناك حالة ارتباك بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي حيث كان يعاني الجيش من نقص التوجهات الواضحة من المسؤولين السياسيين لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة حالياً لأن الحكومة لا تقول للجيش ماذا تريد ويقول الكاتب إنه من الواضح حالياً أن الجيش لا يضغط على الحكومة للتحرك نحو رفح لأن الأجهزة الأمنية تركز على العملية العسكرية في مدينة خان يونس وهو ما قد يتطلب عدة أسابيع أخرى على الأقل لإنهائها ويرى الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية ترفض وضع خطط واضحة فيما يتعلق بكيفية استمرار الحرب بالإضافة إلى عدم وجود ترتيبات خاصة باليوم الذي تنتهي فيه الحرب وهو ما يصعب الأمر على الجيش الإسرائيلي للمزيد من القراءة ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد الكاتب والباحث السياسي بمركز الأهراب للدراسات السياسية والإستراتيجية أهلا بك دكتور على شاشة الغد نذهب إلى صحيفة ها آرتس والتي تحدثت عن ارتباك واضح بين الجيش الإسرائيلي ونيتنياهو يبدو ذلك ليس بجديد وهو منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي على غزة هناك تصريحات متفاوتة هناك خشية في أوساط الجيش الإسرائيلي الجنود العائدون أيضا من تلك المعارك في غزة عادوا بحالات نفسية صعبة وتحدثوا كلاما خطير ما تأثير هذا الارتباك الحادث بين الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي على سير هذه الحرب واستمرارها تحياتي لك سهام ولكل مشاهدي قناة الغد الكرام في الواقع أن هذا الارتباك هو موجود بالفعل منذ سبع أكتوبر وما بعدها خاصة ما بين الفشل الاستخباراتي سواء الأمني أو السياسي في التنبؤ بحدوث عملية طوفان الأقصى أو في إدارة المعارك والعدوان منذ تمانية أكتوبر وحتى الآن والذي نعكس هذا الارتباك وهذا الفشل في فشل الحكومة الإسرائيلية وحكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها المعلنة على الأقل وهو تحرير الأسرة والرهائن وهو القضاء على الحماس والفصائل وهو منع أي تهديد من غزة وبعدها ونحن في الشهر الخامس لم يتحقق أي من هذه الأهداف وهذا بيعكس هذا الارتباك الواضح ما بين الجيش الإسرائيلي أو قوات الاحتلال وما بين السياسيين وعلى رصيهم نتنياهو هذا الارتباك أيضا فيما تعلق به التصريحات المضادة والتوجهات نتذكر عندما قال نتنياهو أنه سيسعى إلى احتلال محور فلادلفيا أو ممر صلاح الدين على الحدود مع مصر وأن هذا صغر لتهريب الأسلحة هنا جاء أيضا تصريحات مضادة من قادة الجيش وخاصة وزير الدفاع جالانت وقال أنه لا نية لاحتلال محور فلادلفيا لأن هذا سيسبب مشكلة حقيقية مع الجانب المصري يمثل انتهاك لعملية معهد السلام وبالتالي هناك هذا الارتباك والانقسام والتعارض في المواقف والرؤى برز بين السياسيين وبين العسكريين النقطة الثالثة أن هناك قناعة ليس فقط داخل العسكريين هو أن نتنياهو والمسؤولين السياسيين واسموتريتش وبنغفير هم يقودون المعارك لاعتبارات شخصية تحت شعار القضاء على الحماس أو تحرير الأسرة لكنهم يدرون المعارك من المنطلق السياسي ومنطلق الاعتبارات خاصة بإنقاذ هذا الاتلاف والحفاظ عليه للاستمرار في الحكم وحتى وإن الحساب على الحساب الأسرة وبالتالي نعكس هذا في تضارب المواقف في تضارب الخطط نتنياهو يلوح باقتحام رفح ثم هناك أراء مختلفة من الجيش بأن هذا يبدو يحتاج إلى خطة الأول هناك عدم موجود رؤية واضحة فيما تعلق لماذا؟ هذه النقطة بالذاتة تقتل الكاتب أيضا أشار إلى عدم وجود ارتبات خاصة باليوم الذي تنتهي فيه الحرب ليس هناك خطط واضحة لماذا برأيك؟ لماذا لم تستطع ولا تستطيع حكومة نتنياهو أن تضع أي خطط الآن متزامنة مع هذا العدوان أو في حين انتهت هذه الحرب؟ في اعتقاد السهام هي لن تستطيع وضع أي خطة لعدة اعتبارات الاعتبار الأول أنها أيضا لم تحقق النصر العسكري الذي يمكنها من فرض منطقها ومعادلتها ورؤيتها مبع في اليوم التالي من الحرب هي مازالت متعسرة مازالت الحرب وزيء أطول حرب تأخذها إسرائيل يعني خمسة أشهر بعمر الحروب الإسرائيلية تعتبر الأطول وحتى الآن لا توجد أنك رؤية واضحة فيما تعلق به على الانتصار العسكري لأن المقامة مازالت مستمرة متواجدة حتى في المناطق التي دمرتها إسرائيل في شمال قطاع غزة في وسط قطاع غزة في خان يونس في دير البلح وغيرها حتى في بيت حنون وبيت لهيا وغيرها من المناطق الفلسطينية العامل الثاني أيضا هو عدم الاتفاق ما بين العسكريين والسياسيين حول شكل الإدارة الإسرائيلية أو شكل التصور لمستقبل غزة هناك تصورات من جانب تانيه إدارة القطاع أمنيا أو احتلاله أو تعيين مقالة عشار فلسطينية لضمان عدم نوع من التحالف وهذا أيضا الجيش الإسرائيلي رفض أيضا هذه السيناريوات لأن إدارة القطاع أمنيا أو احتلاله يعني تقرار تجربة طالبان وأمريكا في أفغانستان والنزيف المستمر العسكريين وعتقدنا الجيش إسرائيلي غير قادر على هذا الأمر وبالتالي هناك تضارب في الرؤى يدخلون أيضا على تصورات مثل إعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة وغيرها وبالتالي هناك تضارب والتناقض في التصورات النقطة العامل الثالث أيضا وهو في صعوبة هذا الجانب الأمريكي أمريكا أيضا تعارض أي تصورات إسرائيلية ما تروح حتى الآن سواء من ثانياه بإدارة القطاع أمنيا واحتلالي أو فيما تعلق به تغيير حدوده وانقابة منطقة عزلة كما يميل طيار من الجيش جالانت وجانتس أو بمتعلق به عودة المستوطنات كما يؤيد ذلك اسمت ريتش وبن غفير وبالتالي هنا إسرائيل هناك حالة من الارتباك أمريكا ترى عودة السلطة الفلسطينية هناك ترتبات مختلفة لكن على الأقل إسرائيل الآن فشلت عسكريا وبالتالي قدرتها على وضع تصور لغزة ما بعد الحرب أو اليوم التالي هي غير وضحة أو غير قادرة حتى الآن دكتور محمد نذهب إلى صحيفة وولل سريت جورنال والتي أيضا تحدثت على أن إسرائيل تحدد موعدا نهائيا للشياح رفح بريا خلال أسابيع نريد نتحدث عن إصرار إسرائيل لهذا الاشياح البري قبل شهر رمضان ما الذي تخشاه من شهر رمضان هنا؟ بالطبع سهام معروف أن شهر رمضان له قدسية خاصة لدى المسلمين ولدى مليار مسلم واستمرار سياسة القتل والدمار وقتل النساء والأطفال وانتهاك المقدسات الإسلامية ومنع المصلين بالتالي سيؤجج الرأي العام ليس فقط الإسلام ولكن العالمي وبالتالي تخشى إسرائيل من أو تحاول تريد أن وصولها لصفقة أو على قل التحرير الأسرة قبل شهر رمضان الكريم وايضا استمرار لعدوان إسرائيل فيه رمضان قد يهدد أيضا بانتفاضة سالسة في الضفة الغربية بل أيضا ربما داخل الخط الأخضر وداخل المسلمين لأنه كما نرى الآن هناك توجهات من بن غفير ونتانياهم بمنع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى في رمضان وبالتالي كل هذا تخشى إسرائيل وبالتالي قد يؤثر أيضا على مواجهتها للرأي العامل الآن إسرائيل تحت الضغط الدولي هناك اتجاع رأي عام متزايد كما رأينا في تصريحات الرئيس البرازيلي بأن ما يحدث فيه غزة هو محرقة كما قام مثل محركة هتلر ضد اليهود ومالاك رد فعل إسرائيلي هناك الآن امتعاد دولي وبالتالي إسرائيل لا ترعي لحرمة العبادة ولا حرمة الأماكن المقدسة وكل هذا يدفع إسرائيل إلى استباق الوقت لأن الوقت ليس في صالح حكومة الاحتلال هي الآن في الشهر الخامس لم تحقق أي تهداف لم تحقق أي تنصر عسكري أو نصر مثل تحرير الأسرة والرهائم سواء عسكريا أو عبر صفقة يمكن أن تروج لها في الداخل الإسرائيلي وبالتالي ترهائم لكن أنا في اعتقادي الآن التلويح برفع هو من بني جادس أو نتانياه وغيرهم هي محاولة بائسة للضغط على المقامة الفلسطينية والضغط على الجانب المصري لكي يدخل ضغط على الحماس والفصائل بإبرام الصفقة وفقا للشروط الإسرائيلية وليس وفقا للمطالب التي طالبها حماس ووقف دا من اطلاق النار وانهاء العدوان وانسحاب القوات إسرائيل تريد صفقة بلا سمن تريد هدنة مؤقتة فقط ربما تبدي مرونة في أنها تستمر شهر أو شهرين في رمضان أو ما بعده مقابل اطلاق كل الأسرة والرهائم لكن الفصائل ترفض هذا الأمر لأن التضحية بأهم ورقة وهو ورقة الرهائم لأسرة للعسكرين الإسرائيليين سيفقد أهم أوراق المقامة الفلسطينية وبالتالي في ظل حالة الانسداد ووضع إسرائيل شروطة عجزية هي تحاول أن تضغط بكل قوة أنها تستخدم ورقة رفح حتى الآن وهي تعلم أن عملية الإجلاء تحتاج إلى سبيع بل إلى فترة كبيرة وأي اقدام في هذا وأننا لا يمبينه وبين رمضان عشرين يوما وبالتالي عمليا لن تستطيع أن تقوم بأي عملية برية قبل الإجلاء خاصة أن الجانب الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لعملية رفح لكنها وشرتها فقط بخطة موسوقة وبالتالي هذا يمثل الشكل أعمل ضغط على الجانب الإسرائيلي ومن هنا تنبع هذه التصريحات من بنجادس الأخيرة بأنه إذا لم يتم الصفقة والإفراج على الرهائم سيتم اكتاح رفح هو نوع من الورقة الضغط على حماس وعلى الفصائل سوف نأتي إلى هذه النقطة برة أخرى مع القراءات القادمة لهذه الصحف ابقى معنا دكتور أحمد إذن نستكمل في صحفنا العالمية حيث نشرت صحيفة لوفيقاغو مقالة للكاتب جورج مالبرونو تحت عنوان مفاوضات فلسطينية حول مرحلة ما بعد الحرب قال الكاتب نقلا عن مصادر مطلعة أنه وبعد ضغوط قوية يبدو أن حماس قبلت بفكرة حكومة التكنقراطية لإدارة مرحلة ما بعد حرب غزة مشيرا إلى أن هناك محادثات تجري بين الفلسطينيين لإحراز تقدم بخصوص الوضع ما بعد الحرب أوضح الكاتب أن هذه التحركات تتزامن مع دعوة وجهتها روسيا للفصائل الفلسطينية لاجتماع مصالحة في موسكو نهاية الشهر الجاري وهو ما يؤكد التكهنات بأن حماس قد تكون مستعدة لتشكيل شراكة مع السلطة الفلسطينية لحكم غزة وظيفة الغربية بشكل مشترك وبحسب الكاتب فإن الجماعة موسكو يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع ومحاولات يعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني وهي رغبة سبق أن أعربت عنها حركة فتح في عدة مناسبات في الماضي نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً تحت عنوان إسرائيل تحاول إلغاء الأنروة وخيارات المساعدة لغزة لا تزال قليلاً قالت الصحيفة إن إسرائيل تستمر في محاولاتها لنزع شرعية عن وكالة الأنروة رغم إقرار مسؤولين دوليين بأنها الموزع الرئيسي في إمدادات طوارئ لسكان القطاع المحاصرين والذين يواجهون تهديدات بالمجاعة وبحسب الصحيفة تعاني وكالة الأنروة صعوبات كبيرة في إصال المساعدات لسكان القطاع حيث تزعم إسرائيل ارتباط بعض موظفيها بحركة حماس وهجم في السابع من أكتوبر الماضي نقلت الصحيفة عن رئيس الوكالة قوله إن شحنة كبيرة من المساعدات الغذائية معلقة منذ أسابيع في ميناء أسدود وإن قضية الأنروة ليست بالجديدة بل منذ عشرات السنوات حيث تسعى إسرائيل إلى القضاء عليها لإلغاء حق العودة ونعود إلى ضيفنا الدكتور أحمد سيد أحمد إذن دكتور أحمد صحيفة الفيغاغو الفرنسية تحدثت عن مفاوضات فلسطينية حول مرحلة ما بعد الحرب وتحدثت أيضا أن حماس يبدو أنها قبلت بفكرة حكومة تقنقراطية لإدارة مرحلة ما بعد حرب غزة هل فعلا سنشهد حكومة جديدة أو سلطة جديدة في غزة ما بعد الحرب؟ أنا في اعتقادي حماس أن كل الأمور والمؤشرات تشيري لأن التوجب الفعلي نحو حكومة تقنقراط ونتذكر عندما قدمت مصر مقترحا سياسيا للصفقة منذ أكثر من شهر كانت تضمن مصارا سياسيا وهو تشكيل حكومة تقنقراط وربما كان هناك تحفظات فلسطينية عليها ثم ركزت مصر بعد ذلك على فكرة الصفقة والمقايدة أنا في اعتقادي أن حكومة تقنقراط ترجع أهميتها ووقعياتها لعدة اعتبارات الاعتبار الأول بالفعل لابد نكون هناك اتفاق فلسطيني ورؤية فلسطينية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب على غزة أو اليوم التالي في قطاع غزة لماذا؟ لأن عدم وجود رؤية فلسطينية أو استمرار حالة الانقسام أو استمرار التمترس في المواقف القديمة بيشكل حالة من الفراغ يدفع ويعطي الفرصة والزريعة لإسرائيل لبلغ هذا الفراغ وبالتالي فرضوا تصورتها لليوم التالي الحرب أو دار قطاع غزة سواء من خلال إدارة القطاع أمنيا أو من خلال احتلاله أو من خلال تشكيل قوة أوروبية وتصورات أو غيرها أو من خلال التعيين هي حكومة من قبلها حكومة أو عشائر كما قالت وبالتالي هنا وجود حكومة التكنقراط ووجود رؤية فلسطينية بيسد الطريق على الجانب الإسرائيلي لعدم التسويق لدى الأمريكان والدول الأوروبية بأن الفلسطينيين غير قدرين على إدارة القطاع أو أن هناك حالة من الانقسام كما وظفت الانقسام في السنوات السابق الاعتبار الثاني أيضا أنا في اعتقاد أيضا أن حماس صيغة الحكومة التكنقراط ستضمن وتواجد كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد وغيرها والسلطة وفتح وغيرهم في حكومة وطنية فلسطينية تبتعد على أقل عن يعني دائرة أو مساحة الانقسامات لأن هناك انقسامات ما زالت عالقها لم يتم المصالحة بشكل كامل وبالتالي الحكومة تمثل مخرج مهم واقعي براجماتي لمرحلة ما بعد الحرب واليوم التالي قطاع غزم وهذا نقطة مهمة الأمر لأن التوصل لتفاهمات بشأن حماس وقلقاتها منظمة التحرير أو صلاح السلطة أو غيرها هذا الوقت ليس في صلح الفلسطينيين وبالتالي هذه الحكومة على الأقل يمكن أن تمثل خطوة مهمة لنحو إدارة القطاع وأيضا في إطار الاستعداد للانتخابات أو رؤية فلسطينية أو حل القضايا الأخرى العامل الثالث أيضا وهو أن هناك دعما عربيا ومصريا ودوليا لوجود حكومة تكنقراط تستطيع إدارة القطاع الغزة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية يعني إدولوجية سواء حمسوية أو فتحوية أو جهدية أو غيرها وهذا يمثل أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة دكتور لتحقيق هذا المطلق حكومة تكنقراط يجب قبل ذلك مصالحة وطنية تجمع كل الفصائل والأحزاب الفلسطينية موسكو قامت بهذه الخطوة وهي بدعوة للفصائل الفلسطينية لجمع مصالحة في موسكو نهاية الشهر الجاري نريد التحدث هنا عن أهمية المصالحة الوطنية إن تمت وأيضا التدخل الروسي والدور الروسي الذي تلعبه خاصة في هذه المرحلة الحارجة في فترة هذه الحرب أقصد هنا الحرب على غزة بالفعل السهام أولا المصالحة أثبت حتمية وضرورية لأن استمرار القسام يدور أكثر بها القضايا الفلسطينية كان في السابق كان هناك ربما تفاهم لها الانقسامات وعدم اتمام المصالحة وطبعا بالفعل مصر أجرت جولات كثيرة عشرات الجولات من اتفاقات المصالحة لكنها لم تتم أو تنفذ على أرض الواقع فيما بعد لكن على الأقل العدوان الإسرائيل على غزة وجرام القتل الجماعي وأكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف مصاب إضافة لعدوان على الضفة الغربية والاقتحمات اليومية والشهداء وأكثر من 4000 أسير فلسطيني فقط في الضفة ما بعد 7 أكتوبر كل هذا يحتم على الفلسطينيين تنحية الاعتبارات الشخصية أو المصلحية أو الحزبية أو السياسية أو ايدولوجية لمصلحة الفلسطينية العليا وهذا في اعتقاد يشكل عامل مهم في هذا التوقيب النقطة الثانية الدور الروسي أيضا مهم لكن روسيا استضافت الفصائل قبل ذلك أكثر من جولة للمصالحة وبالتالي نجاح روسيا كما أيضا نجاح الجهود المصرية في تحقق المصالحة مرهون ومرتبط بمدى إبداء الفلسطينيين أنفسهم إرادة حقيقية في المصالحة وتنحية الخلافات لأن التمترس في المواقف السابقة والاستمرار في القضايا العالقة المتعلقة بشكل المنظمة أو غيرها هذا يعني مزيد من الضرر للقضية الفلسطينية وأنا في أعتقادي أن البرغماتية والوقعات السياسية ستدفع الطرفين على الأقل إلى قبول بحكومة التقنقرات حتى وإن ظلت الخلافات موجودة حتى وإن لم تتم المصالحة بشكل كامل أشكرك جزيلا شكرا دكتور أحمد سيد أحمد الكاتب والباحث السياسي بمركز الأحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر